في محطتنا الثقافية سنتكلم عن فيلم أيام رهيبة أو تحريض فيلم إسرائيلي هذا الفيلم يتناول قضية اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين من منظور قاتله سنتحدث عن هذا الفيلم وعن ظاهرة التحريض في المجتمع الإسرائيلي بين الأمس واليوم ونتحدث مع الزميل الصحفي في 24 نيوز كيد أبو الطيف كيد أهلا وسهلا بك قبل الحديث عن الخبايا وعن الأفكار وراء هذا الفيلم من تحريض وأزمة الشرقيين في إسرائيل ماذا الفيلم بالضبط؟ الفيلم يتعقب على من قام بإغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين وكل مسألة العقدة التي نتحدث عنها كثيرا في الأون الأخيرة في مسألة الشرقيين مقابل الأوروبيين وكل مسألة الجيفالد الشرح أو التفسير لهذه الكلمة هي عليهم كما نقولها بالعامية مسألة كيف قال عمير الذي ولد لعائلة من أصول يمنية كل الوقت في محطات الباص في الأمن كل الوقت يتم التشكيك به ويقول أنه بسبب شكله هو أكثر عربيا من أنه يهودي وهو كل الوقت يحاول والفيلم يعني يصور مسألة أنه كل الوقت يحاول أن ينخرط مع عائلته الآتية من اليمن هو ضحية التحريد وحاول كل الوقت يعني من خلال دراسته من خلال انخراطه في الوحدة قولاني وهي الوحدة الأكبر في الجيش الإسرائيلي وكيف أنه شارك في انتفاضة الأولى وكيف أنه عندما دخل إلى جباله كان يعني كل الجنود من حوله كانوا يشيرون له أنه بطل عندما كان يدخل إلى البيت الفلسطيني كانوا يدمره بشكل تام وكانوا يعني كل الوقت يريد أن يثبت لهم أنه يعني هو واحد من القبيلة يجب عليهم احتضانه وخبوله لكن كل الوقت مسألة كونه من أصول عربية من أصول شرقية قادم من اليمن يعني كل الوقت كانت هذه إشكالية ومشكلة إلى أن وصل إلى جامعة بار إيلان ونحن نعرف أن جامعة بار إيلان هي معقل الصهيونية الدينية هناك درس القانون وخلال عطل نهاية الأسبوع كان يأتي بالطلاب والطالبات في زيارات إلى الأورينت هاوس في القدس إلى مستوطنات غلاف غزة قبل أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة يذهب بهم إلى الخليل وكانت القضية المفصلية في سيرته عندما تمت مذبحة الحرم الإبراهيمي هو قال علنا أنه مع هذه العملية هو بالنسبة له بارخ جولدشتين هو بطل بالنسبة له كيف نمى الشخصية القاتل لديه والتي دفعته لاختيال ربيل؟ لأنه التحول بدأ مع مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف عندما يعني كل المجتمع الإسرائيلي نفى هذه العملية العملية البشعة التي حدثت لكن في المقابل كانت هناك أصوات في اليمين المتطرف الإسرائيلي التي قالت يجب علينا الإشادة بهذه العملية يجب علينا القيام بعمليات أخرى وبالنسبة له عملية اغتيال ربيل هي ردا على عملية قتل جولدشتين وخاصة عندما تقدمت المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وكيف أن إسرائيل كانت واجهتها إلى السلام وخاصة في الأول العمليات الفلسطينية سؤال آخر ظاهرة التحريض كيف تراها اليوم خاصة وأن هناك شخصيات سياسية تتهم بممارسة التحريض ضد شرائح معينة مثل العرب وما هي عواقبها؟ الفيلم يتحدث عن ذلك بشكل خاص ولذلك هو مرشح لخمس جوائز أوفير وهي الأسكر الإسرائيلي عندما قال أن التحريض يمكن أن يطال يعني الرجل الذي كل الوقت ساند المستوطنين ساند الحركة اليمينية ألا وهو بن يمين نتنياهو وقالوا أن الخطر محدق عليه شخصيا خاصة أنه يوم الانتخابات كانت هناك تعبيرات نابية قالوا أن نتنياهو هو نازي وقارنوه بالنظام النازي بمعنى أن التحريض يمكن أن يأكل كل من يقوم بهذه العملية وعلى رأسهم نتنياهو لذلك الفيلم كل الوقت يتحدث عن مشكلة هذا الفيلم كايد أنت رأيت في الانتخابات الأخيرة كان هناك حاودة اعتداء كثيرة من قبل أنصر أحزاب ضد أنصر أحزاب أخرى صحيح حركة القبالد أو حركة عليهم هي لا تطال فقط العرب إنما تطال كل المجتمع الإسرائيلي الذي يحاول كل الوقت تجنب هذه الظاهرة أزميل صحفي في I24 News كيد أبو طيف شكرا جزيلا لك شكرا لك